تبقى البطاقة الحمراء والصفراء لوحدهما في كرة القدم بل إن لوناً آخراً وعقوبة أخرى ستنزلان على تجاوزات اللاعبين إذ كشفت صحيفة تيليغراف سبورت أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم موافق على تطبيق فكرة الكارت الأزرق في المباريات على أن يتم تطبيق تلك الكارتات في البطولة الصغرى ومن ثم تعميمها على المسابقات الكبرى بقيت كرة القدم لأكثر من خمسين عاماً دون تعديل فيما يخص البطاقات إلا أن التعديل الحالي يخص اللاعبين الذين ارتكبوا خطأ السخرية أو أظهروا معارضة تجاه حكم المباراة وفي حال حصول اللاعب على البطاقة الزرقاء وأخرى صفراء فهذا يعني رسمياً حصوله على البطاقة الحمراء ويطرد فوراً ونفس الشيء في حالة حصول اللاعب على البطاقة الزرقاء مرتين أي أنه يطرد بالحمراء صحيفة تيليغراف ذكرت أنه قد يقع تأجيل الانطلاق في تجربة الكارت الأزرق بسبب تزايد ردود الفعل العنيفة على هذه الخطوة إلى التعليقات ونبدأها بوليد كتب أن الصفراء ممكن تقوم بنفس الدور ليش كارت جديد؟ فيروز قالت هذا يعني تضييق على اللاعب بما يجعله تحت ضغط ويفقده التركيز لأنه صلاحية البطاقة الزرقاء حسب ما ذكر فكرة غير سليمة أما حسن فكتب أتفقه مع الصلاحية الأولى وهي إيقاف اللاعب لمدة عشر دقائق أما باقي الصلاحيات لا أرى لها داعي